اشتركوا في القناة امير دولة قطر الشقيقة وذلك في فندق شارة الدوحة بالعاصمة القطرية تأتي مشاركة جلالة الملك المعظم رعاه الله على رأس وفد مملكة البحرين في عمال هذه القمة المباركة حرصا من جلالتي على تعزيز منظومة العامل الخليجي المشترك لتحقيق اهدافها السامية نحو المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس وتلبية لتطلعات شعوبها الشقيقة في التقدم والتنمية والرخاء تعكس مشاركة مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتأكيدا على الحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في قامة دولته المستقلة وفقا للمبادرة العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة التي حضيت بتأييد عربي وإسلامي وتبنتها عدد من الدول الأوروبية وسعيا من مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم إلى توحيد الجهود الدبلوماسية عن طريق تحشيد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية خصوصا وأن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد سبب الرئيس لتكرار النزاعات المسلحة وإزهاق الأرواح البرية كما تجدد هذه المشاركة التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت بأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلاة فيما يتعلق بحماية المدنيين وعلى الأخص الأطفال والنساء وكبار السن كونهم الفئة الأضعف في مثل هذه النزاعات المسلحة وربط التهجير القصري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية ترجمة نانسي قنقر